شكوى يروح لوحدة رعاية الاولية ثم اذا احتاج الامر ان هو يروح لوحدة الرعاية الثانية او التالتة او حتى الرابعة هو ده المتبع على مستوى العالم في الخدمات الطبية حتى لا يكون هناك ارهاق ووجود في المستشفى بدون احتياج حقيقي للعملات الجرحية الحقيقة اللي بيحصل في مصر مش كده اللي بيحصل ان في مصر ان المواطن بيتوجه الى المستشفى في الطوارئ وده بيؤدي الى ضغط على غرف الطوارئ وعلى الاطقب الطبية المتقدمين لخدمات الطبية في المستشفى احنا هنا بنحاول نقول ان من خلال 5,426 واحدة رعاية اولية على مستوى محافظات مصر كلها وهذا الانتشار زي ما هو باين في الخريطة موجود في الريف وفي الحضر اذا احنا عندنا تواجد من خلال هذه الوحدات داخل تقريبا كل القرى والمراكز في كل محافظات مصر علشان نقدر ان احنا نشتغل في كل القرى بنفس التوقيت كان لابد من ان احنا نطور في هذه الوحدات الرعاية الاولية حتى يمكن ان نعظم من الاستفادة للمواطنين ونكون موجودين في اماكن قريبة من سكن المواطن البسيط في كل محافظات طبعا احنا طورنا من خلال حياة كريمة عدد كبير جدا من منشآت الرعاية الاولية انا بقول منشآت ان هي فيها وحدات وفيها مراكز صحية انا ما بتكلمش على المستشفىات انا بتكلم على الاحالة الاولى اللي ممكن المواطن يتوجه اليها وياخد علاجه وياخد الدوة بتاعه من غير ما يلجأ الى ان هو يروح على الطريق او يسافر او يلجأ الى المحافظة او يلجأ الى المستشفى الموجودة في المحافظة طيب الخدمات اللي بتقدم من خلال هذه الوحدات هي من اول الولادة لحد فوق الى مشاء الرحمن لو شفنا خدمات اللي بتقدم سواء من سن الولادة لحد خمس سنين حنلاقي فيه فحص للسمع حنلاقي فيه التطعيمات الاجبارية فحص الهربون الغودة الدرقية ايضا متابعة الطفل الصرف الالبان كل الاجراءات اللي بتتم من اول يوم في الولادة لحد سن خمس سنوات بتتم داخل وحدات الرعاية الاولية لو رحنا اكتر شوية من خمسة لخمستاشر سنة حنلاقي المبادرات الرئيسية الخاصة بصحة الطفل سواء بالانيميا والتقزم والسمنة بتتم داخل هذه الوحدات متابعة التطعيمات ومتابعة التحليل الدوري للاطفال بتتم داخل هذه الوحدات لو رحنا من خمستاشر سنة لواحد وعشرين سنة حنلاقي فيه مرحلة الشباب والمرهقة هنلاقي الفحص الطبي والتحليلات الدورية كل حاجة ليه علاقة بالتخزية المبادرة الشباب والمرهقين لو رحنا من 18 سنة في ما فوق حنلاقي باقي المبادرات الرئاسية اللي هي بتعامل مع صحة المرأة المقبلين على الزواج صحة الأم والجنين تنظيم الأسرة وهنا أقف عند تنظيم الأسرة لأن إذا كنا عندنا قضية سكانية همة جدا إحنا مهتمين بها كلنا هم حاجة في تقديم الخدمات الصحة الإنجابية ورعاية وتنظيم الأسرة هي بتتم داخل وحدات الرعاية الأساسية لو رحنا على المبادرات صحة المرأة والمئة مليون صحة والاعتلال الكلوي والفحص المبكر على السرطان والمصحات حتى فيروسي بتتم داخل وحدات الرعاية الأولية كمان بنشتغل على أكثر من 65 سنة من مبادرة كبار السن وصحة المرأة وأيضا بعض المبادرات الخاصة بالدعم النفسي والصحة النفسية إذن من الواضح أمام حضراتكم أن الاهتمام بالوحدات الرعاية الأساسية أو منشآت الرعاية الأساسية هو هيطور في منظومة الصحة بشكل عام وهيقدر يصل إلى أماكن يمكن صعب الوصول إليها كنا بنصل إليها بعد كده قبل كده في القوافل العلاجية لكن هناك تحديات في هذا الأمر أهم تحدي في هذا الأمر هو عدم وجود العناصر البشرية بكامل التوقيطات بتعمل فيه الخمسة الاف رقمية واحدة اللي احنا تكلمنا عليها فإذن إحنا عندنا الخدمات دي بتقدم غالباً من تمانية صباحاً إلى اتنين مساءاً وبتقدم حجم الاستفادة في المشروع الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية حيستفاد منه ما يقرب من تمانين مليون مواطن تمانين مليون مواطن مع انتهاء هذه المبادرة حيقدر أنه هو يكون بيستفاد بكل الخدمات الصحية على نطاق كل الجمهورية احنا قلنا 21 محافظة لأن فيه 6 محافظات في منظومة التأمين الصحي الشامل فيها هذا النظام متبع وفيها هذا التطوير بيتم على الأرض طيب يبقى إذن احنا الخدمات المقدمة زي ما احنا شفناها لو كلمنا على كل خدمة بالتفصيل هنلاقي خدمات تنظيم الأسرة بشكل عام من أول خدمات المشورة والكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة مجانية في كل الأماكن مش بس كده احنا كمان من خلال الرؤادات الريفيات بنعمل زيارات منزلية علشان نقدر نطور في التوعية وفي متابعة الإمداد بالوسائل اللازمة لتنظيم الأسرة ده بيتم فين؟ داخل وحدات الرعاية الأساسية كمان صدق سيادة الرئيس على مبادرات يعني حديثاً حتنضم لهذه الخدمات وهي مبادرة الصحة النفسية يمكن مهم جداً أن احنا نعرف عماد الصحة في العالم هو صحة بدنية وجسمانية وصحة نفسية وصحة مجتمعية فإذا الاهتمام بمحاور الصحة بشكل عام هو شيء مهم عشان كده احنا بنقول أن من خلال الوحدات الرعاية الأساسية هنهتم بالشباب هنهتم بطلبة المدارس هنهتم بصغار السن بالموليد بالمرأة وبالرجل في كافة الأعمار مبادرة السيد رئيسي جمهورية لتحسين الصحة العامة اللي فيها أكتر من 14 مبادرة بتتم وحضراتكم طبعاً يعني عارفين كل الإجراءات اللي بتتم بخلال مبادرة الرئاسية سواء مبادرات القوائم الانتظار سواء المسوحات الخاصة بالفيروس سي أو صحة المرأة أو صحة الموليد يعني مش هنخش في التفاصيل الخاصة لكن كل الأمام حضراتكم من مبادرات رئاسية بتتم من خلال الوحدات الرعاية الأساسية بشكل كبير وحتى المتابعة اليومية من خلال قائمة الانتظار في وزارة الصحة بيتم البداية في وحدات الرعاية الأولية إذن الأكيد أن تطوير نظم وخدمات الرعاية الأولية حيؤدي إلى تحسين الصحة العامة للمواطنين وحيؤدي إلى بالدراسات العالمية إلى زيادة متوسط العمر إلى 3.7 في سنة زيادة في المتوسط العمر وده دراسات دولية اللي اهتموا بالوحدات الرعاية الأساسية وصلوا لهذه النتائج هذا المشروع الضخم اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو بيؤدي عشان يقدر نعمله لازم نطور في البنية التحتية وكفاءة المنشآت لازم التجهيزات تبقى على قدر من الحداثة أيضا الأهم من هذا وذاك هو بناء قدرات التواقم الطبية العاملة داخل هذه الوحدات وتكون موجودة وانطور فيه عدد ساعات العمل عشان نقدر نحن نغطي وندي خدمات طبية لمواطنين في كل المحافظات فعلشان هذا المشروع يتم كان هذا الأمام حضراتكم هو الخطوات التنفيذية أولا هيبقى فيه موعيد عمل في هذه المنشآت الرعاية الأساسية من 8 صباحا إلى 2 عصرا عشان نقدم فيها خدمات الرعاية الصحية مبادرات الرئاسية تحسين المرأة الإضافة أنه هيكون هناك لأول مرة عيادات تخصصية من فترة المسائية من الساعة 2 إلى 6 مسائة وفي أي تخصصات؟ في تخصصات النساء والولادة الأطفال الجلدية أمراض البطنة يبقى إحنا هنجيب استشاريين ومتخصصين يكونوا موجودين داخل هذه الوحدات الرعاية الأساسية في فترات مسائية علشان اللي محتاج واللي عايز رعاية من نوع متخصص يقدر أن هو يلاقيها ده برضو بيوفر اللجوء إلى المستشفى والصفر إلى المركز يبقى أنا بقدم خدمات بجوار المواطن في مقر سكنه في القرية أو المحافظة مش بس كده إحنا مجموعة من الوحدات الرعاية الأساسية اللي بتخدم مجموعة أكبر هندي فيها فرصة عمل طوارئ من ستة مساء إلى تمانية صباح علشان إذا احتاج المواطن في فترة لا يوجد فيه الوحدة الصحية الشغالة يلاقي مكان يقدر يقدم له خدمة طوارئ لمدة 24 ساعة على مدار اليوم ما نقدرش نعملها في كل الوحدات لكن هننقي مجموعة من الوحدات اللي تقدر تكون بتخدم مجموعة من القرى علشان نقدر نصل لهذا العمل كمان فكرنا أكتر من كده من خلال توجهات سبت الرئيس إن في بعض الحالات اللي المريض أو المواطن مش قادر ينزل يروح نتيجة كبر السن نتيجة وجود أي مرض أو نتيجة وجود يعني عدم القدرة على النزول إحنا نروح له ونقدم تقريبا مرتين في الأسبوع بنقدم خدمة نرعاق بالمنزل وهي زيارات منزلية علشان نوصل الدواء ونتابع الحالة الصحية للمواطن في مكانه أيا كان هو في قرية أو المحافظة يبقى إذن إحنا بنضيف خدمات جديدة بنمد ساعات العمل بشكل كبير خطة العمل في هذه المبادرة الرئاسية اللي تمت بتوجيه من سيد الرئيس للحكومة وتم عرضها وتم التوافق عليها هتكلف الدولة ما يقرب من 6 مليار جنيه سنويا 6 مليار جنيه سنويا عشان نقدر نحقق اللي إحنا بنقوله في هذه الخدمات اللي نتصور إنها عند اكتمالها هتنقل الخدمات الصحية على كافة المواطنين بشكل كبير بنشتغل في المرحلة الأولى على 251 منشأة صحية ما بين واحدة ومركز نطورها وتخش الخدمة ودي معادها من أول يناير إن شاء الله كمان أقل من يومين حنكون بنبدأ في هذا المشروع القومي الضخم 251 في 21 محافظة إن شاء الله نبدأ في من أول 1-7 نكمل الـ 251 دول يوصلوا لألف واربعة منشأة صحية في 21 محافظة ده هيخدنا لحد نهاية سنة 23 سنة 24 إن شاء الله نكمل باقي الخمس سلاف وحدة رعاية أساسية يبقى إن شاء الله مدة هذا المشروع هو سنتين تبدأ خلال أيام وتكلفة زي ما قلنا ما تقرب من 6 مليار جنيه عشان تحقق عوائد هامة جدا في كل المجال الصحي على مستوى محافظات مصر أشكر حضراتكم إذا كان فيه أي سؤال أنا مستعد تفضل لأن منظومة التأمين الصح الشامل اللي ساتة رئيس أتكلم عنها يعني قريبا كانت بتتكلم على نظام التكافلي نظام التكافلي يعني إن المواطنين اللي عندهم اشتراكات ويقدروا إن هما بيتحملوا جزء من تكلفة العلاج وفيه بعض المواطنين اللي هما ما بيشتغلوش لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص من هنا كان فكرة ساتة رئيس لما أشار إلى الصندوق علشان تقدر الدولة يبقى فيه استدامة في الصرف على هذا الموضوع لكن أرجع تاني منظومة التأمين الصحي معتمدة بشكل أساسي على الرعاية الأولية ثم المستوى الثاني ثم المستوى الثالث يعني لا يجوز للمواطن أن يذهب إلى المستشفى قبل أن يكون هناك إحالة من منظومة الرعاية الأساسي فاللي إحنا بنعمله إحنا بنعد محافظات الجمهورية وبندرب المنظومة الصحية على التعامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل عندما يصل منظومة التأمين الصحي الشامل إلى أي محافظة من الواحد وعشرين اللي إحنا بنتكلم عليها حتكون مستعدة وكل الوحدات متسجل فيها في نطاق المحافظة أسماء المواطنين الحالة الصحية للمواطنين الخريطة الطبية للمواطنين وده هيسهل بشكل كبير جدا وكأننا بدأنا في منظومة التأمين الصحي في كل محافظات مصر في وقت واحد بشكل تدريجي فهي تعد المنظومة الصحية لاستقبال منظومة التأمين الصحي الشامل إن شاء الله تفتح تفتح الزهاب إلى المستشفى اللي بتقدم خدمات الطبية من المستوى الثاني أو المستوى الثالث قائم لكن الدراسات الدولية في هذا المجال أثبتت إن إذا تهتمين بوحدات رعاية الأولية من وحدات ومراكز 70% من المشاكل الطبية ستنتهي عند هذا الحد ويتبقى 30% اللي حرطك بتتكلم عليهم اللي لابد من إحالتهم إلى المركز أو المستشفى الذي يقدم الرعاية من المستوى الثاني أو نعاية مستوى الثالث المتقدم حتى أن يكون هناك عمليات جراحة زراعة مثلا أو قلب مفتوح فده مش هيبقى بديل هيظل بس احنا بنتكلم احنا عايزين نقلل الضغط على المستشفيات حتى تتفرغ لما هي منشأة من خلاله أو من أجله لكن ليس بالمعنى ان يعني يكون هناك مريض بيشتكي من عرض بسيط زي ارتفاع في درجة الحرارة أو زي مثلا مغس كلوي أو ما شابه زلك يضطر ان هو يذهب إلى المركز أو المستشفى حتى يمكن أن يتم علاجه عشان كده قلنا الأكتر خدمات بنحتاجها في هذا المشروع هو البطنة الأطفال النساء والولادة والجلدية في التواجد في التخصصات دي لحل المشاكل في هذا السياق لكن إذا كان هناك احتياج للإحالة للمستوى الأعلى فده يتم جديرهم بالذكر أن اللي احنا بنتكلم عليه ده أيضا بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والقطاع التنمية المجتمعية لاتحاد البنوك والبنك الأهلي خصيصا يعني إذا حتى هذا المشروع هو تكامل ما بين الدولة المتمثلة في الموزنة العامة للدولة والمجتمع المدني متمثل في التحالف الوطني وفي قطاع التنمية المجتمعية في البنوك لتخطية التكلفة السنوية لهذا المشروع ما بين الدولة والمجتمعية ما بين الدولة والمجتمعية وده يمكن الرقم اللي أنا قلته حوالي سبعين في المية منه رايح في التدريب والحوافز الخاصة بمقدم الخدمات الصحية من طبيب وتمريد ومسجل وفني فإذن نعلم تماما أن هذا المشروع لن يتم بالشكل المناتمنى دون أن يكون هناك تأكيد على العنصر البشري الذي يقوم بهذا العمل أهم من المكان نفسه ومن التجهزات الموجودة فيه فهذا يعني واخدين في حساباتنا النجاح في هذا المجال طبعا يعني هو بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية اللي هي مسؤولة عن التعاون في مجال الدواء ولكن يعني ببساطة مصر تنتج جم كبير جدا من الأدوية تصل إلى حوالي 90% مما نستهلكه في الأدوية العادية لكن التحدي الكبير اللي الدولة شغالة فيه في المرحلة القادمة سواء في مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص هو إنتاج الأدوية البيولوجية أو الأدوية التي تستوردها الدولة المصرية من الخارج وعلى سبيل المثال كما تفضلت أدوية الأورامو لكن احنا حققنا نجحات كتير في إنتاج أدوية السكر على سبيل المثال الأدوية طبعا التقليدية كلها موجودة بل بالعكس يعني هناك تصدير لكثير من الأدوية المصرية في أسواق عالمية ليست فقط في أفريقيا ولكن يعني مؤخرا كان هناك من كوبا لسه تصريح أنها سجلت أو بتسجل بعض الأدوية المصرية وهناك تعاون مع الدول العربية شقيقة مع دول أفريقية حتى مع دول أوروبية لتصدير الدواء المصري في الخارج فالدخول في الصناعات المتقدمة قصة بتصنيع اللقاحات مثلا من نظام المسنجر RNA أو الحمد الرسولي أو من أدوية بيولوجية وأدوية الأورام بالفعل بدأت المصانع دول التي تستعد لهذا العمل الهام الذي سيوفر على خزينة دولة كثير من الإرهاق الخاص باستيراد هذه الأدوية أشكركم شكرا جزيلا اشتركوا في القناة شكرا